في التطورات الميدانية الحالية لو تحدثنا عنها أي مدن تميل الكفة فيها للجيش الأوكراني إذا قسمنا أوكرانيا الآن نقسمها إلى قسمين الشرق والغرب بالنسبة إلى الغرب لم يعرف حد إلى حد الآن حدوث أي معارك يعني مدينة الفوف، مدينة لوتسك، مدينة إيفانو فرانكيفسك، تشيرنيفستي هذه المدن هادئة والجيش الأوكراني هناك يعني يمكن أن نقول أنه في راحة تامة ولا يوجد أي إنزال أو قصف أو قتال أبدا الجانب الثاني هو الجانب الشرقي الجانب الثاني يعني لاحظ هنا يعني الفوف، خمينيتسكي، إيفانو فرانكيفس، زكارباتيا، لوتسك هذه المدينة، فينيتسا، كل هذه المدن يعني إلى حد الآن هادئة الشرق أوكراني تعتبر من الغرب طبعا تعتبر من الغرب، الآن نرى في الجانب الشرقي خاركوف وفوق سومي، سومي تلاحظ أن لديها حدود مع روسيا وخاركوف لديها حدود مع روسيا وأيضا لديها حدود مع الانفصالين ومع ذلك خاركوف هي المدينة رقم واحد في الاشتباكات يعني للعلم أنه خاركوف كانت عاصمة أوكرانيا، هي مدينة كبيرة ثاني أكبر مدن الأوكرانية وفيها مصانع الأسلحة ومصانع الدبابات البارحة تم دخول رطل كبير من القوات الروسية لكن بدأت المعارك يعني من الليل إلى اليوم تمسح كل القوات الروسية مع أن القوات الروسية قالت أنها سيطرت عليها بشكل كامل قبل ثلاثة أيام نعم يجب الإشارة إلى أنه فيه حرب معلومات وحرب مضللة الروس يعني لم يعترفوا إلا اليوم بوقوع بعض الأسرة يعني لم يعترفوا في الأيام الماضية بوقوع حتى قتلى بينما القتلى يعني والجثث والبقايا العربات مترامية في كل الأطراف لا يمكن أنك تدمر رطل يعني ولا يموت أحد يعني التصريحات الروسية يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للشعب الروسي لأنه لا يعرف الحقاق وفيها على فكرة تعتيم كبير جدا يعني فيها عشر مواقع تقريبا حضرت وأغلقت فيها تهديد للصحافة الروسية لأنه لا يمكن أن لا يجوز لها أن تستعمل ألفاظ غزوة ترجمة نانسي قنقر